السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنم وسهلا بك عزيزي المتابع معك فاد من قناة كيمز شفت مثل ما عودتك يا عزيزي المتابع مثل ما دخلتك في عالم الكارير مود معاي في أربعة لعيبة تعاقدت معاهم يا عزيزي المتابع أثناء الانتقالات الشتوية ما هي بداية الموسم لا بداية الموسم بتكلمنا عنه في مقطع سابق اللي هم خمس لعيبة موجودين هنا الآن يا عزيزي المتابع بتكلم لك عن هذه القائمة يمكن ما تصير مناسبة يا عزيزي المتابع بتكلم لك عن أربع أربع لعيبة دقيقة أربع لعيبة توقعت عقود معاهم يا عزيزي المتابع أول لاعب عندنا اللي هو اللاعب الجميل برنابي هذا اللاعب مثل ما انت شايف يا عزيزي المتابع خلنا نخطط التطوير عشان تطلع لناه الطاقة حقه متوازن عنده سرعة جري خرافية وعنده تسارع خرافي يا عزيزي المتابع رشاقة بحيث انك ضغط تلتو تتحكم طبعا ما عليك من إجراءات الدفاع على تشوف يا عزيزي المتابع هذا الشخص مدافع جدا 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 رائع وقزم وسريع قصير وسريع يا عزيزي المتابع طبعا ما دربته في شي شوف يا عزيزي المتابع لو تدربه يعني في أي مركز تقوي فيها أي خانة تستطيع فيها لكن أنا يا عزيزي المتابع مثل ما شفت ما دربته ولا استخدمت فيه أي شيء طبعا هذا قيمة السوقية عشرة مليون طبعا زاد واحد ثلاثين بالمية معاي أنا يوم اشتريته كان ثمانية مليون على ما أظن ثمانية مليون سبع مليون يوم ما أوقع العقد معاه طبعا الالبي اللي معاي كلهم طوال وما يركضون معنى سرعتهم زايدة فبعت الالبي واشتريت الظهير الأيسر هذا اللاعب الثاني اللي عندنا يا عزيزي المتابع اللي هو فينسيدور فينسيدور هذا جاء عرض على اللاعب فيرمن معاي وفرمن ماكن تحتاجه وبعته فاشتريت هذا صحيح ان هذا اللاعب يا عزيزي المتابع صغير بالعمر طاقة 79 لكن ما عليك اللي يعجبني فيه يا عزيزي المتابع ان عنده تدخل في الوقوف وبنفس الوقت عنده رشاقة وتوازن وردود وبنفس الوقت قصير هذا أهم شيء عندي انه قصير يمرر ويقطعه مسؤول عن الفاولات هذا اللاعب يا عزيزي المتابع يعني كانه لاعب وسط متكامل طبعا ما عليكم من السرعة السرعة هي المقدسة عندي عليه انطلاقات بعض الأحيان ما أصدق انه هو اللي يركض ففيه شيء ما أدري له دخل التسارع له دخل فأحسن في بعض الأحيان انه سريع وبعض الأحيان انه هي الحق اللعيبة هذا هو اللاعب يا عزيزي المتابع صحيح اتوقع انه غالي اشتريته أنا لا هو زاده 21 لا غالي اتوقع ان اشتريته ب15 ألف اتوقع 15 16 15 16 لا او الظاهر بدلت مع لاعب اتوقع يا عزيزي المتابع لكن هذا لاعب لاعب وسط يقطع ويصنع يقطع ويصنع اللاعب الثالث اللي عندنا طبعا يوم بعت اللهم صرع المحمد يا عزيزي المتابع بعت اللاعب فاريس ب60 مليون وبعت اللاعب اديمي ب23 مليون قعدت ابحث يا عزيزي المتابع ويطاح عيني على وبندة وبندة هذا شوف اول مبارتين او اول ثلاث مباريات تبي تقول وش اللاعب اللي انت جايبوا لنا يا فهد وش اللاعب بعدين عزيزي المتابع تحس انك تعرف طريقة لعب هذا اللاعب خفيف مرة مرة خفيف مرة خفيف والنجمات على القدم الضعيف عنده ثلاث نجمات مع ذلك اغلب اهدافه معاي يا عزيزي المتابع يجيبها بالقدم اليسرى يجيبها بالقدم اليسرى يعني انا لعب بلجه اليسرى ويجيب بليمين ويجيب باليسار عليه اختراقات مثل ما انت شايف عندها رشاقة توازن عنده سرعة والتسارع تمركز هجومي قوة تستيد وعنده يا عزيزي المتابع برضو بالتمريلات ما عليك هذا اللاعب مخالف للطاقات الموجودة هنا ليش لاني قاعد اشوف لاعبي عزيزي المتابع يأدي لاعب خرافي جدا 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 طبعا حطيته بالتشكيلة هو كويت كويتا جنب بعض مهاجمين صواريخ وتحس بينهم تفاهم وتحس بينهم يطلق تقرعب طبعا ان شاء الله الشرط الجزائي اللي عند كويتا هذا بشيلة لاني ادري فيه نادي بيدفع الشرط الجزائي يتفاوض معاه ويعني واتلفتنا طيب اللاعب الثالث اللي عندنا يا عزيزي المتابع انا ما ادري ليش قال كذا اللاعب الثالث اللي اشتريناه اللي هو ارمسترونج لحظة يا عزيزي المتابع لحظة ارمسترونج هذا يوم بعت اديمي توهقتنا فبحثت بحث سريع وحصلت ادم اس ارمسترونج لاعب سوثامت الطاقة تمامك عزيزي المتابع شوف الرشاقة شوف التوازن شوف يا عزيزي المتابع التسديد شوف التمركز شوف الانهاء شوف سرعة الجارية شوف يا عزيزي المتابع التسارع هذا وقصير قصير هذا يا عزيزي المتابع متطلبات المهاجمة اللي يحتاجها انا فاللاعب يناول اللاعب يصنع اللاعب يسدد اللاعب ينهي هذا طبعا من الاشياء اللي اتهمني مثل ما تشايف قيمة السوقية ثمانطعش اشتريتها طبعا شوف اذا ما معك فلوس عزيزي المتابع ارفع شرطه عند البيع ارفعه ونقص مدة العقد على طول يوافقون على طول يوافقون فوالله ما ادري انا كم شريته بالضوف تمكن سبع طاعش او ثمانطعش لكن يستاهل على الطاقات الخرافية اللي شفتها طبعا او بنده بثلاثة عشر لا او بنده هذا اشتريته عزيزي المتابع بستة مليون او سبع مليون بداية الانتقالات الشتوية تخيلوا بالانتقالات الشتوية فقط يعني بخلال ثلاثة شهور عزيزي المتابع ارتفعت نسبته 62% هذا دليل ان اللاعب مبدع معاي مبدع مبدع يعني الابعد الشيء عزيزي المتابع طيب الان نبي نشوف في احد في احد اشتريته ونسيته في احد اشتريته ونسيته ما توقع لا ما في احد عزيزي المتابع وهذا بالنسبة الافضل لعيبة يعني شاركوا معاي في الانتقالات الشتوية وهذا ويعني وحتى اسعارهم رخيصة تناسبك عزيزي المتابع لكن اداؤهم كبير في الملعب شكرا لك عزيزي المتابع ولا تنسانا من دعمك ولا تنسانا عزيزي المتابع من نشر حساب ادعمونا عزيزي المتابع ادعمونا لأن دعمكم يخليني انزل مقاطع كثيرا شكرا لك عزيزي المتابع